اهم اختلاف في المباراة بكرة انه الفرقتين الكتاب مفتوح واحد او السبب الاول يعني انه طبعا احنا بنتكلم على مواجهات مصرية شمال افريقية اتكررت كتير جدا على مستوى الاندية وكان الحمد لله طبعا الغلبة فيها للنادي الاهلي فيه والاندية المصرية عموما فيه لا هو الاهلي الحقيقة بشكل واضح وصريح في السنوات الاخيرة بكلم على اندية مغربية بكلم على اندية تونسية وبالتالي المقابلة مش جديدة على لعبتنا نمرة اتنين انه جزء كبير من قوام المنتخب التونسي محترف بالفعل فاندية مصرية وطبعا عندها نجم النادي الاهلي علي معلول عندنا كمان سيف الدين الجزيري فقر الدين بن يوسف فرجاني ساسي كان بيعرفة مصر الفترة طويلة حمزة المسلوسي كلها لعبة لعبة قدام لعبتنا وممكن تقول انه لعبتنا خفزاهم بشكل كبير وبالمثل كمان في تونس المنتخب المصري بالنسبة لهم كتاب مفتوح فالمقابلة بكرة والمواجهة بكرة مختلفة ممكن تبقى المفاجأة فين الله اعلم في التشكيل في الطريقة ده اللي احنا هنحاول نعرفه طبعا من ضيفنا ونجمينا النهاردة في السادسة كابتن قسامة عرابي مساخير كابتن قسامة مباراة صعبة بكرة من وجهة نظرك ولا مباراة في الامكان والمتناول بالنسبة للمنتخب المصري طبعا هي صعبة على اتنين طالما اصلك وصلت للمراحل اللي هي في نهاية المشهور طبعا احنا بنبارك للمنتخب المصري وصوله للنقطة ديته ان شاء الله يكمل حتى لو هتلعب مع منتخب اقل من المنتخب التونسي هتبقى المباراة صعبة انت احنا شوفنا ماتشي الاردن مع احترامل كامل فريق الاردن فريق جيد وعنده لعبة مميزين وطعبونا جدا بالذات الشوت الاولاني وجزء من الشوت التاني شوفت المقابلة كانت زيت طالما خروج مغلوب فانت دلوقتي هتلعب مع المنتخب التونسي اللي هو متشابه معك في حاجات كتيرة جدا اولا تاريخ كبير بين الفرقتين في البطولات زي ما انت قلت في المقدمة تقريبا اللعبة دي بتلعب بعض على طول في التراجي والنجم السحلي وفرق التونسية ول LIB التراجي اكتر والنجم السحلي في الفترة الاخيرة لعبة الاالي والزنادي قبلهم كتير جدا في البطولات انت لما تشوف شكل المنتخب تحس انه قريب قوي انه انت بتلعب فرقة الترجي او النجم السحلي معهم المختلفين في الدور المصري وطبعا مع المختلف هو دور المصري كان برضو بلعب فيهم بعضهم كان بلعب برضو في الترجق أو في الصفاقسي أو نجم الساحل أو الصفاقسي يعني عندك فخر الدين بن يوسف زي ما أنت قلت عندك فرجاني سياسي عندك معلول بس معلول أنا أتوقع أنه مش هيلعب الجزيري فأنت دولار أربعة هو مبدئيا غير بقيت الأسامي كلها أنت واجهتها كتير جدا فإحنا متشابهين في حاجات كتير قوي الغيابات في الدولية الأصد المحترفين تقريبا متشابه يعني هما عندهم ويمكن المصريين أكتر كمان لا مش كتير مش كتير لا مش أكتر كتير أنت عندك طبعا محمد صلاح عندك ستة أساسيين غيبين صلاح والنني وتريزيجي ومرموش ومصطفى محمد اللي كانوا موجودين يعني مع منتخب مصري بشكل مستمر بس دولة كلهم هم مش يلعبوا كلهم مرة واحدة يعني أنت ما تيجي تقول مرموش وتريزيجي ما ممكن واحد فيهم يلعب واحد يقعد نفس الشيء هما نفس الشيء هما عندهم موهب الخزري عندهم عيسى اللي هو بنعب نص موهب عيسى العيدوني عندهم عندهم إلياس سخير يباين برضو من اللعباء المحترفة كانت موجودة مع المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة اللي هو المساك عندهم واجد كيشريدا البكرايت بس طبعا دراجر عمل مسابقة هيلة جدا من أفضل البكاترايت في البطولة ومتعب جدا بكرا في المنتخب المصري فعندهم برضو أربعة خمسة زي ما احنا تقريبا عندنا أربعة خمسة يعني المنتخبين قريبين في حاجات كتيرة جدا من بعض فالمباراة هتبقى صعبة للاتنين هنا المدير الفني يعني إذا كانت على مستوى القماشة أو اللعيبة الدنيا 50-50 على مستوى الغيابات المؤسرة من ناحية لعبين محترفين في أوروبا برضو نفس الحكاية الفرقتين متأسرين بنفس الدرجة هنا يكون الرهان على المدير الفني والطريقة والتشكيل الأمثل أو في عوامل تانية في عوامل كتيرة أول حاجة بالنسبة لمصر الجماهير يعني مش أقولك العامل رقم واحد العامل رقم واحد وعشرة في البطولة دي جزء كبير جدا من الروح اللعيبة بتأدي بيها رغم التعب في أوقات من التشجيع الجنوني للجماهير المصرية اللي هي تقريبا مالية الاستاذ في معظم الماتشات يعني نسبة جماهيرنا أعلى من كل الجماهير الأخرى يعني ما تشوفها في الشوت التاني في مباراة الجزائر العيبة بتقاتل قتال أنا مش عايزة أقول كلمة قتال يعني في الكرة لكنها كفاح غير طبيعي ولذلك هتلاقي كذا واحد فيهم أجهد في ماتش الأردن وفي بعض الناس جالك إصابات وفي بعض الناس جالك تقلصات عضلية من كتر كميات الجري اللي حصلت من التشجيع الجنوني للجمهور إنه يخلي الفرقة ترجع فده جزء للمتخب المتخب يصنع الفارق طبعا الشناوي الشناوي فعلا هو الجن الأفضل في إفريقيا وأفضل واحد عكس مع احترام الكامل المتخب التونسي شوية طبعا فارق مصطفى حارس ممتاز ومعز حسن حارس ممتاز ولكن عندهم أخطاء سهلة ساعات بتخش شفناها في البطول أسداء البطولة دي عاملة برضو هزة شوية يعني أحيانا بيجدوا جدا وأحيانا بيقعوا في فوات سهلة فدي نقطة غريبة أنك ابتدت الفوارق بالجمهور وبحرص المرمى وما حطيتش مستر كارلوس كيروس في مقدمة اختياراتك لا مستر كارلوس كيروس أكيد ليه دور برضو زي منزل الكبير هناك ليه دور الكبير لكن أنا بقولك على نوات قوة مؤسرة في البطولة دي مع المنتخب المصر نوات قوة مؤسرة وواضحة يعني طبعا مستر كارلوس كيروس أكيد خبراته كبيرة جدا عنده إيجابيات أضفها للمنتخب كتيرة وأيضا في بعض السلبيات وأنا أعتقد أنه بعد رجوعهم البطولة دي هيستفد من الحاجات اللي الناس بتقولها في الستوديات التحليلية يعني رغم أنه فيه ناس بتاخدها أنه الناس بتهاجم أو تنتقد بعض الناس يعني لكن فيه حاجات هو نفسه عدل فيها في البطولة دي يعني مثلا قبل ما أدخل في التفاصيل أخذ العنوين فيه ناس كتير جدا شايفة أنه البطولة وهمية أو خادعة أو لا يجب تقييم مستوى منتخب مصر مع مستر كارلوس كيروس على أساس بطولة كاس العرب وفيه ناس شايفة أنه بصمات واستفادة منتخب مصر من كارلوس كيروس في بطولة كاس العرب مهمة جدا وحاسمة جدا وفريقة جدا في بطولة أمم أفريقيا لو تلعبت وغالبا هي تتأجل يعني ومن بعدها طبعا المرحلة الأهم تصفيات كاس العالم أنت شايف إيه أو مع أي وجهة نظر من الاتنين دون مع وجهة النظر أنه إحنا ساعات بنروح للجانب اللي هو الحلو قوي بدرجة حد قوي وساعات بنروح للجانب الوحش أو السلبي بدرجة حد قوي مبلغة يعني هي لكده ولكده يعني فيه مبلغة أحيانا في شكل الأداء أو اللعبة المختارة أو البتاع لما بنكسب والعكس تماما لو المنتخب المصري خسر أو لعب شوت وحش أو كده هي لكده ولا كده أكيد فيها أكيد مستر كاردو كوروس استفاد من البطولة ديت في حاجات كتيرة رغم أنها مش هتبقى بقوة البطولة الإفريقية لأسباب كتيرة أولا معظم المحترفين في كل المنتخبات هتكون موجودة سواء للمنتخب المصري سواء للجزائري سواء للمغربي سواء للتونسي طبعا المنتخبات الأخرى زي مالي ونيجيريا وكلام ده برضو أعلى مع احترام الكامل للمستوى اللي احنا شايفينه من فرق الخليج باستثناء قطر اللي تقدر تقول يعني رايحها بكامل تشكيلها المستويات الثانية أدوا أداء كويس ولكن مش بنفس قوة المنتخبات الإفريقية الشمال الإفريقية اللي ما تكمل أو الإفريقية حتى الصمرة بالشمال بس الإفريقي انت المنتخب اللي كان هيبقى متعب جدا لو كان رايح بكامل قوات المنتخب السعودي لكن هو رايح فضل انه يروح بمنتخب أو الشباب لكن في ناس قدمت مستويات كويسة يعني عمان ظهر بشكل كويس وعنده لعيبة كويسة الأردن ظهر بشكل كويس الإمارات في بعض الأشواء والمغرب طبعا لا المغرب الشمال الإفريقي ما احنا كلمنا الشمال الإفريقي يعني اللي كان متوقع قبل البطولة في التقييم انه مين اللي هيوصل هم اللي وصلوا قطر ومعها التلاتة من شمال إفريقيا والمغرب لو لانه قبل الجزائر كان مرشح كان مرشح يعني كان لازم وحاة في اليوخ خلينا نبني على اللحاك شايفه مكاسب بطولة والسلبيات وانها لقيت على السلبيات برضو لانها كثيرة واضحة بالنسبة للجمهور العادي قبل ما اروح للخبراء والمحللين بس تسمح لي هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلام مرة تانية بس بأكد على المعنى والهدف والرسالة إنجاز التعبير احنا لا مع ولا ضد احنا لنا هدف واضح وصريح منتخب مصري يعاني بقاله فترة طويلة جدا استمرت مع تعاقب إدارات فنية مختلفة منها محلي ومنها أجنبي والهدف في النهاية ان احنا نرجع الفرجن أو النسخة الأفضل والأقوى منتخب مصر وهدفنا على الشورت ترم أو على المدى القريب إن احنا بس نوصل لكاس العالم ما لناش هدف أبعد من كده لغاية لما نتكلم بقى على إصلاح المنظومة عشان ما نبقاش كل تصفيات كاس العالم بنقول يا رب نوصل يا رب نوصل لا احنا مش هدفنا إن احنا نوصل لكاس العالم احنا هدفنا إن احنا نشارف الكاس العالم ونقدم مستويات قوية جدا وشايف إنه منتخب مصر يستحق ويليغ بي إنه يكون واحد من الفرق اللي بتضمن بشكل مستمر التقاهل لبطولة زي بطولة كاس العالم طيب أنا هروح معك سريعا جدا للبداية هنبتدي بالاختيارات يمكن أكتر نقطة أثارت جدل مع مستر كالوس كيروش هي الاختيارات هقول لك الأسماء هنتكلم بصراحة لا أنا عارف الأسماء هتقول لي يستحق الانضمام لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر وتقييمك لمستوى من واحد لعشرة في بطولة كاس العرب نبتدي كاس العرب ولا عمتا لما هو قادم هتقول لي يستحق أن يستمر ولا ما يستمر وإذا كان ما يستحقش شايف ممكن يبقى عندك اقتراحات الأسماء شايفها كانت تستحق الفرصة دي في المنتخب أبتدي بمراوان حامدي بما أنه أكبر علامة استفهام وفي إصرار كبير من كيروش على أنا بسوف بوضع ضغط على مراوان نفسه مراوان حامدي كم من عشرة في بطولة كاس العرب من وجهة نظر أسابة كابتن أسابة لا مش عايز أقول كم من عشرة ولكن ولكن هو لعب مباراتين أو ثلاثة في أمم إفريقيا ولعب لأي أربع مبارات في 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 كاس العرب حتى الآن انتاجه لا يرقى أنه يبقى هو الأساسي بتاع منتخب مصر يعني لسه محطش البصمة نيقول أن أنا من وجهة نظري أنافس مصطفى محمد ومحمد شريف اللي هم الأول والتاني من وجهة نظري برضو لأن الكرة مليانة وجهات نظر مش كل واحد عنده وجهة النظر سبتة لا يوجد صحة مطلق وخطأ مطلق لكن أنا شايف بالنسبة للمنتخب المصري هم أفضل اتنين موجودين كراسات حربة هم دولت وكمان لسه في أحمد ياسر ريان وكمان ممكن تحتاج ممكن تاخد محمد صلاح أنه يلعب في العمق شوية لو لعبت حد عطار فشايف أنه حتى الآن عايز وقت شوية ويعني ما قداش الانتاج اللي هو يسمح للمرغم حسين فصل حسين فصل تقدر تقول عليه لاعب واعد كويس لكن عايز وقت في الشغل كتير جدا وفي أسماء كانت ممكن تروح هتعمل برضو زي حسين فصل وأكتر لكن هو لعب كويس كتير رمضان صبحي إبراهيم عادل أحمد عبدالقادر حسين شحات خمسين يعني كتير جدا فيه لعب كتير جدا في مصر تقدر أوباما يعني فيه لعب كتير جدا لكن هو تقدر تقول لعب كويس واعد تمام تروحنا عليه في المستقبل يعني يعني عايز لعب أحمد رفعت أحمد رفعت كان مطالب بانضمامه هو مصطفى فتحي لأن الاتنين شبه بعض لأنه هو عمل موسم كويس سال فتت في الدور المصري والسنة دي ماشي كويس ولكن حتى الآن برضه ما أقدرش أقول أنه أساسي منتخب مصر لكنه إضافة يعني يعني أطراف تحت رأس الحرب رأس الحرب هو تقال من بعض الناس المحللين أنه هو مش محتاج ناس على الأطراف لا ما يبقاش أنا عندي لعبة مويزة جدا في الأطراف ولعب ناس مش في أماكنها في حتة مش مش بتقدي فيها كويس حتى لو بلعب رأس حربة جناح لازم يكون الراجل التاني جناح صريح ما ينفعش ما نلعبش بأجنح ما فيش يعني ما فيش نوجة نظر أنا شخصي منطقي يعني ما فيش منطقي يبرر ده نوجة نظري خاصة أنه في ناس مميزين يعني مميزين في الأطراف فنفس اللي قلته على رفعت بقوله على مصطفى أنه هم يعني إضافة حتى لو مش أساسيين كبدلاء كويسين عمر كمال لعب كويس ولكن برضه أنا أرجع نقول أنه في الظاهير الأيمن في ناس كانت مثلا واحد زي محمد هاني كان ممكن يبقى موجود ممكن عشان هاني بعيد شوية على المشاركة في الفترة ما هي دي بقى النقطة اللي أنا عايز أقول فيها أنه أحيانا الناس بتقول أنه لعبت النادي الأهل والزمالك أنا معلاصر ومريشا بيروح المنتخب وكده زي ما الأهل والزمالك بيدوا فرصة عشان الناس مش شايفهم على طول ناس بتروح بقوة الأهل والزمالك في ناس كتير جدا في الأهل والزمالك يستحقوا يروحوا وأفضل من لعبة موجودة في البطولة العربية ما بيروحوش لأنهم هم ما بيلعبوش بلسبة كبيرة يعني أحمد عبدالقادر لو راح هيبقى كويس هيبقى هيبقى زي حسين فصل وهيبقى زي أحمد رفعت وهيبقى حسين الشاحات لو راح هيبقى محمد هاني لو راح ممكن يلعب في البك رايت ويبقى كويس جدا محمود علاء لو راح مساك يقدر يلعب عشان ما الناس متفكرش أنا بقول الأهل بس أوباما مثلا لو راح ممكن يلعب تحت راس الحرب في بطولة زي دي هيبقى شكله كويس يعني فيه لعبة كتير جدا كان ممكن ترهن عليها واحد زي عمار حمدي مثلا كان نجمل للتحاد السكندري النادي الأقل اشتراه ما بيلعبش ما هو ولو كان بيلعب بنفس المستوى ده في التحاد السكندري كان ممكن جدا مستر كروش يضم يبقى إذن زي ما الناس بتقول انه لعبة القالو الزمالك بعضهم بيروح يعني من وجهة نظر الناس انه ما فيش غيرهم لا فيه ناس كتير جدا في القالو الزمالك لو هم كانوا في أندية أخرى كانوا هينضموا للمنتخب يعني اللي موجود مع احترامة كامل بس خلينا اتفع احنا لأول مرة من فترة طويلة انا عارف انه منتخب مصري في أوقات كتيرة جدا من أيام كابتن جوهري ومن أيام انتو كان بيلعب معاكو مثلا هشام عبد الرسول كان من من المينيا مثلا صح عبد الزهر السقا كان جاي من المنصورة في التوقيد ده عمر زاكي كان جاي من المنصورة في أوقات كتيرة بس ما شفناش حد بيران على أسماء تقريبا محدش من جمهور يعرف يعني هو أحمد ياسين ده أو مروان داود أو محمد عبد المنعم حد من الجمهور ممكن يفكر انه مديد فني منتخب مصر هيخدهم للمنتخب هي الفكرة مش ان أنا اقول على لعيبة الناس مش مش شايفاها انها تلعب منتخب مصر او لا او ما تعرفهاش الفكرة ان هل الناس دي تستمر مع المنتخب ولا لا وهل في ناس أفضل منهم ولا لا ما هو أصد السؤال هل هي مجرد ان أنا بدخل لعيبة جديدة ما هو فيك ما أنا قلت هقول لك الوقت 40 لعيب في مصر ممكن كانوا يشاركوا في البطولة العربية دي من اللي عايز أقوله ايه في بعض ببعض المستويات المقدمة من بعض اللعيبة كتير جدا ما أنا قلت لك اهو قلت لك محمد هاني قلت لك حسين الشحات قلت لك أحمد عبدالقادر قلت لك طبعا رمضان صبح بس يزروفه طريق حامد كتير أحمد أمم منصور كاسر دباك عمر اسمه ده ياسر إبراهيم هو بس لعيبة برامت بره عشان الكونفدرالية والمصري نفس الحكاية يعني هو كده كده ممكن يبحثتهم في حساباته بس عشان أتكلم على الناس كتير مهي مش الفكرة مش الفكرة ماشي حاجة كويسة إن أنا بقدم وجوه جديدة بس هي الفكرة مش إن أنا يعني بكتر العدد أنا ممكن كل معسكر أدخل سبعة تمانية ولعب كل واحد ربع ساعة نص ساعة بعدين أقول ده أنا عملت لعبة لعبة جديدة إنه يستمر إنه يبقى مكانه ثابت إنه يبقى قوي إنه يبقى يعني كف إنه يكون بديل فيهم بعض الناس نجح وفي بعض الناس عايزة وقت وفي بعض الناس مع ترامي بدون ذكر أسامي لا تصلح فيه ناس أكفأ منها مش متاخدة فهي وجهة نظر فهي النقطة دي تفسيرك لدقيق يعني لو خدنا حالة مثلا زي حالة مروان كل الخبراء أجمعه والجمهور كمان قال إنه ظلم كبير لمروان حمدي إنه يكون محطوط عليه الضغط ده وإنه يكون مهاجم مصر أساسي ومع ذلك فيه إصرار شديد جدا من كيروش على مروان هو دي وجهات نظر هو الراجل هو اللي زي ما بيقوله هو اللي سايق أو هو اللي يتحاسم هو شايف كده ووجهة نظر تحترم لكن برضو ده لا يمنع إنه الجمهور أو النقاد أو بتاعي بقاليها وجهة نظر مش عشان مروان بكرة تتوقع مطش تونس خلينا نكلم على مطش تونس بقى مطش تونس بكرة تتوقع مروان ولا شريف في قيادة هجوم المنتخب المصر أنا أفضل شريف بس هو ممكن مستر كيروش يفضل مروان وجهة نظر أصلي هي هو اللي مع المنتخب هو اللي شايف فمقدرش أنا أكبره عليها نقطة تانية بس أخيرة قبل مقفل موضوع الاختيارات الاختيارات بتاعة الأهل والزمالك وليه اللعبة الأكتر بتبقى في الأهل والزمالك حتى أيام الكابتن جوهري وحتى لو مرن مصر جارديولا مرن مصر كيروش مرن مصر مستر موسماني مرن مصر معيني الشعباني مرن مصر إهاب جلال أكتر لعيبة هتبقى موجودة في المنتخب لعيبة الأهل والزمالك مش عشان تاني على رأسهم ريش لأسباب كتيرة جدا أول سبب أنه بيشاركوا في بطولات إفريقية كتيرة جدا ومحتكين جامد جدا وعندهم لعب شبه دولي في إفريقيا وفي البطولات العالمية زي الكاسة العالمية الأندية دي واحد تاني نقطة أن اللعبة في الأهل والزمالك ما هو ناس كتير منهم مشترناهم من أندية في الدوري يعني حمدي فتحي جاي من فين ما هو جاي من أمبي بقى لعيب دولي في النادي الأهلي ماشي بس هو من أمبي أساسا ما هو الأهل والزمالك والأندية كبيرة في العالم بتشتري أحسن لعيبة مثلا الوينش الزمالك مشتريه من طلاعي الجيش يعني هو إذن كان لعيف لطلاعي الجيش فليه الأكتر بيبقى من لعيبة الأهل والزمالك لأنك أنت بتجيب أحسن لعيبة في الدولة أو في بعض الأفراد بعض الأفراد مش هيكونوا في الأهل والزمالك هيكونوا أفضل لكن أساس المنتخب مع أي مدير فني عربي أجنبي هيكون من الأهل والزمالك والمحترفين دي مش غريبة على فكرة لو رحت البرشلونة وريل مدريد في أسبانيا هتلاقي معظم المنتخب من برشلونة وريل مدريد لأنه هما الاثنين اللي بياخدوا الدوري هما الاثنين اللي عندهم الأغلب من اللعيبة الكوف لأنه بيشتروا أحسن لعيبة في الدوري الأسباني أو الدوري غير الأوروبيين يعني غير خارج أسبانيا لو رحت ألمانيا هتلاقي بتوع أكتر لعيبة من باير ميونيخ لو رحت تونس هتلاقي أكتر لعيبة للمنتخب الترجي التونسي لا طبيعي ما يمكن برضو الموضوع متفق معك طبعا بس ممكن موضوعه برضو يبقى أنه بيدي مساحة للعيبة أنها تكتهت يعني بعيدا عن البطولة وبعيدا عن أسماء اللي شاركت ممكن بيكون بيوجه رسالة للبطولة الأهم بقى قبل ما يخش أنه الباب مفتوح لأي حد هيشتغل أنا مش بكلم على ميستر كروش خالص أنا بقول أي اسم حتى لو جي غير ميستر كروش تأكد أن تسعين أو تمانين في المية من اللعيبة الدوليين اللي يبقوا موجودين في المنتخب من الآل والزمالك والمحترفين طيب أنا أقول لك حاجة تجربة بيرامدس ما هو الناس بتقول آل والزمالك بيرامدس بيرامدس ده نادي جي ضخ فلوس اشترى لعيبة مميزة قوي هو أنت هل تتوقع أن نادي بيرامدس من سنة واحدة يبقى عنده لعيبة دوليين أكتر مثلا من الإسماعيلي والمصري والتحاد والسراميك ليه؟ لأنه اشترى رمضان صبحي اشترى عبدالله السعيد اشترى عمر جابر اشترى لعيبة جمدة دوليين فطبيعي أنها غير الآل والزمالك هتلاقي ممكن تلاتة أربعة من بيرامدس لأنك أنت بتشتري الأفضل في بقية الأندية فهو أصلا جاي من نادي صغير أو نادي صغير يعني نادي كبير بس أنا أقصد مش بشعبية الآل والزمالك ومش بالفلوس والإمكانات اللي عندها أن تستقطب اللعبة دي المميزة فحتى كاس العالم زي ما أنت بتقول مثلا تسعين هتلاقي معظم اللي يبقى أهلي وزمالك الاحتراف ما كانش كده وهتلاقي بقى طريق سليمان مثلا من المصر هتلاقي الكاس من الأولومبي هتلاقي صبر عيد وخيد عيد من المحل هتلاقي نسبة 15% عشان ماشي بس الأكتر زي ما قلت لك هاي بقى أهلي وزمالك ماتش بكرة تتوقع يكون فيه تغنيل في طريقة وفي اختيارات كيروش ولا هيمشي على نفس المنهج اللي ابتدى بيه البطولة يعني تراعني على انت عندك أربع غيابات غالبا ممكن احتمالات كبيرة غاية اللحظة مش متأكدين ممكن يكونوا مش موجودين أولهم الورق الربحة اللي انت تكلمت علي محمد الشناوي معك أحمد حجازي المدافع الأساسي في المنتخب معك أيمن أشرف معك حمدي فتحي كل دي احتمالات غيابهم عن مباراة بكرة واردة جدا في مباراة انت عارف انها صعبة جدا على المنتخب المصر لا ربنا وفق الجميع اللعيبة اللي رايحها اللعيبة كويسة وتقدر تقدي وزي ما انا قلت المنتخب التونسي شبيه لنا في حاجات كتيرة جدا والنقص اللي هنا تقريبا قريب من النقص اللي هنا ودفع الجماهيرية كمان تدي دفع السقة اللي خدوها في المطشات اللي فاتت واخيرهم جزائر والأردن مكسر ثلاثة واحد كل دي سقة للعيبة اللي هي تلعب انها تقدي ولكن ما فيه شك انه لو كل العناصر اللي انت قلت عليها دي غابت اكيد هيبقى مؤسرة يعني انت بتتكلم في الشناوي وحجازي وحمدي فتعي وايمن اشرف لا هيبقى ليهم تأثير لانك انت ممكن توصل للمباراة 120 دقيقة وانت لعب قبلها 120 دقيقة ولعب قبلها مع الجزائر مباراة فلو الاربعة غابوا اكيد هيبقى مؤسرة حتى في المراكز يعني انت مثلا لما تيجي تقول الزاهير الايصر مثلا واحد زي ابو الفتوح عامل جهد غير طبيعي في المطولة مثلا وبيهاجم كتير ولعب 120 دقيقة قريب من 120 دقيقة وايمن اشرف متعور مصاب يعني لما تيجي لأي سبب تلعب والفتوح من الحسابات مراوان داود عشان يلعب ماتش زي ده بيبقى صغير شوية لسه يعني ماشي يلعب ممكن ربنا يوفقه يبقى في المستقبل كويس بس انا بتكلم على بطولات منتخب مصر لكن في لعيبة هتبقى عندها مستقبل بعد كده لعيبة وعدة لعيبة كذا دي قضية تانية يعني التشكيل الامثل اللي موجد بكرة قبل منقل معك لتونس وقريتك ليها التشكيل الامثل ما انت محيارني بقى في الاربعة بتقول اربعة غيبين ولا اقولهم بهم وغيرهم بس الشناوي وحمدي قريبين بس لسه لم يتأكل يعني هو الطبيعي ان يلعب الشناوي اكرم حجازي الونش احمد ابو الفتوح حمدي السلية افشا شريف راس حرب ده من وجهة نظر انا زيزو ناحية اليمين وناحية الشمال احمد رفعت ده دي وجهة نظر الشخصية مصطفى ينزل يعمل اضافة انا بقلت زيزو لان زيزو ممكن يلعب تالي زيزو على اليمين ومن على الشمال رفعت احمد رفعت اعيز احمد يبتدي اساسي بكرة ما هو لو ما هنقول لك كلمة انا بقولك ده وجهة نظري بس انا ما عاومش الفرقة مكتاملة انا معاك انا معاك انا عايز وجهة نظرك انا مش عايز معلومة انا عايز وجهة نظرك انا عايز وجهة نظرك لكن المطش في حاجات أحداث كتيرة أوه مين اللي مجهد أكتر في ناس لعبة عدد ماتشات كتيرة فتعبانة شوية ممكن نرايع حد يعني مثلا حسين فيصل ابتدى أول ماتشين كويس معقول الماتش التالت كان أقل كتير لأنه عمل جهد غير طبيعي في مبارات الجزائر في كميات الجاري أنا مش بتكلم في الأداء أداء عمل لمحات حلوة لكن أنا بتكلم في المجمل في ماتش أردن الأردن وضع عليه التعب جدا فيه ناس متخيلة أنه هو يعني مثلا ده يعني شكت في الأداء من الهنى لهنى لأ ماتش الأردن هو كان تعبان حتى كميات جاريو مش هية ميجي ستيليم كورم مش مركز من الجهد اللي اتعامل في ماتش فممكن يبتدي الله أعلم ممكن يبتدي ناحية الشمال مكان رفعة ورفعة واضح طياطي بس أنا يعني ده الأقرب رفعة وزيز وشريف دي وجهة نظري زي ما قلتلك عشان الراحة في بعض اللاعبين طيب لكن لو في موقف تاني كنت أقول لك رفعة واضح طياطي وحد تاني يبدأ عشان يدي إضافة لو نزلنا لو نزلنا هتلاقي إنه 90% من المصريين تقريبا راحين لنفس وجهة نظرك دي إحنا سألنا الناس في بداية الحلقة من من وجهة نظركم يعني مفترض إنه يقود هجوم المنتخب المصري في مباراة تونس دي علامة الاستفام الكبيرة دايما والمختلف عليها في تشكيل منتخب تعال نشوف الناس ألت إيه ونرجع نكمل كلامنا أفتح معاك الكلام شوية عن منتخب تونس طيب عبدو سيد مساء الخير أنا شايف أن الأنسب لقاءة هكوم منتخب مصر أحمد رفعة على الشمال محمد شريف راس حربة مصطفى فتحي على اليمين طيب شريف المخيف اتفاق من أحمد تقريبا الكورة هعليش نتمنى التوفيق لمنتخب بأي اسم طبعا بس شريف لو لعب مهاجم صريح هيرفر إن شاء الله طيب شريف وأحمد رفعة وحسين فيصل ده علي أبو مثل بالتأكيد محمد شريف تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا على التحية وصلت محمد أيمن محمد شريف وأحمد رفعة وأحمد سيد زيزو وراهم محمد مجدي أفشا محمد شريف طبعا دي زهرة باشا وأحمد حسن بيقول برضو شريف ومحمد خالد أبو العطة رفعة وأفشا ومحمد شريف نادية بتقول محمد شريف خبرته أكبر مع التونسة وإن شاء الله النصر لنا بإذن اللي إن شاء الله محمد البنة محمد شريف ورفعة وزيزو ومحمود البرديسي برضو محمد شريف يعني الناس كلها مرهنة على محمد شريف الخبر والمحنين مرهنين مع محمد شريف الوحيد المشراطي لا أنا بقولك لا هو نظر ما عليش بقى ما أنت زي أمور أخرى الناس يعني بتقول وجهة نظرها ومرتادية فيها أو لأ برضو هو عنده وجهة نظر من اللي بيشوفه أو اللي هو رسم له بعد كده ما أكيد ليه وجهة نظر لكن إحنا بتقول وجهة نظر نحنا اللي إحنا شايفينها من بره في الأحداث اللي حصلت في كل المباريات اللي فاتت للمنتخب المصر على فكرة أنا ما بقول للمصطفى فاتحي يقعد احتياطي لأن أنا ما فضلش في ماتش زي بكرة يبدأ رفعة ومصطفى مع بعض ليه؟ لأن هما الاتنين في ناحية الدفاعية مش دي نقطة والنقطة التانية هما الاتنين أميز اتنين في المنتخب المصري دلوقتي في المواقف الدفاعية في المواقف الهجومية واحد واحد والسرعات والكلام ده لو نزلوا فقطهم الاتنين مع بعض هتفقد هتختار في الأوراق اللي ممكن تستخدمها في المباراة فلو حسين فاصل واقف على رجله بدنيا بقى دي الجهاز هو تشكيلة زيزو ورفعت ومصطفى وحسين ممكن يبقوا أوراق بديلة يعني تبتدي بزيزو وحسين أو تبتدي زيزو ورفعت أو مصطفى وحسين والوراقتين التانين يبقوا موجودين معك أوراق حسب سيناريو الماتش راح فين بس زيزو أنا وجهة نظري يبدأ لأنه عنده جهد كبير ممكن تستعمله حتى لو الماتش وقس 120 دقيقة ما يقعش مش هيقع زيزو أعلى مجهود في الأربع أسماء دول وكمان يقدر يلعب في نص الملعب ثالث لأنه مستر كروز ساعات بلعب أربعة ما هو مستر كروز ساعات بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة وبعدين ساعات بتتحول أربعة ثلاثة ثلاثة واحد يعني أنت الماتش اللي فات لعب زيزو وعمر السلية وحمد فاتح ولعب زيزو ناحية الشمال بس زيزو ما بيجدش ناحية الشمال ودي نقطة تانية برضو أحب أتكلم فيها توظيف يمكن هو عشان لسه جديد بس هو لما بيتكلم مع المساعدين بتوعه ووضحة الماتش اللي فات وأكيد مع الوقت هيعرف أن فيه ناس أفضل في أماكن عن أماكن بمعنى لا معلشك كابتن أسام يعني بالنسبة لنا وبالنسبة لكتير من الناس هو ما بيتكلمش وما بيتناقش يعني لما حطت هاني أيمن أشرف في نص ملعب على أي أساس يعني شافوا فين أو اقتنع به إزاي هنا لما حطت شريف جناح طول الوقت برضو إزاي هي مش عيب التجربة مش عيب أن إحنا يعني من حظنا الحلو حاجتين أن إحنا رحنا من غير المحترفين فديت فرصة أن يعمل التجارب دي لأن لو صلاح موجود وأن إني موجود وتريزيجي موجود ومرموش موجود غالباً كانوا يلعبوا فديت فرصة وحتى تغيير المراكز ولكن أنا عايزة أقول أنه مش كل اللعيبة اللي بتقدر تلعب أكتر من مكان بنفس الأريحية بمعنى أنه حتى اللعيبة العالميين عشان أنا بسمحها كتير قوي أنه أي حد يلعب في أي حد لا مش أي حد يلعب في أي حد في بعض اللعيبة ربنا خلقهم كده أنه بيعف يلعب في مكان واثنين وثلاثة زي حمدي فتحي زي أكرم توفيق زي أكرم توفيق زي يعني أكتر من لعب زيزو نفسه بيلعب جناح وممكن يلعب في نص ما عب ناحة اليمين وممكن يلعب تحت رأس الحرب بسي الشحاد بيلعب باك يمين بيلعب باك يمين في واحد تاني ممكن يبقى أميز منهم لكن محمد صلاح مش شدرت لعبه باك مثلا هو أحسن لعبة في العالم هي حتته بتاعته خلاص ثانيا ميسي ومحمد صلاح بيلعبوا يا جناح شمال يا جناح يمين يا جناح يمين يا رأس حربة تحت الرأس الحرب ودي فيهم واحد ناحية الشمال هتلاقيه إلي 50% يعني ودي صلاح ناحية الشمال خالص زي ما نيه كده أو ودي ميسي أنا بكلم مش دقيقة ولا بكلم لعبة أو تحرك أنا بتكلم أنه يلعب زمن يعني يلعب شوت أو 90 دقيقة في الناحية الشمال مش هيبقى أحد ينزل مستوى ومرضوه 50% طبعا ودهو الأحسن لعبة في العالم فأنا أقصد أنه في لعبة هي مراكزها بيعرف يعني زيزو ناحية اليمين إنتاجه 9 من 10 8 من 10 لما بيروح ناحية الشمال إنتاجه ممكن بقى 6 من 10 أو 7 من 10 مستوى فاتحي لما بيلعب ناحية اليمين يعني الماتش اللي فات مستوى فاتحي فيه ماتش نزل ناحية الشمال فيه أعتقد ماتش الجزائر لما اسمهو ده تعود أعتقد وبعدين راح داخل راح راح ناحية اليمين المستوى ارتفع جامد جدا لأنه راح في الحتة اللي هو متعود عليها فمش كل اللعبة تقدر تلعب في أكتر من مكان تونس عايزة روح تونس شوية يعني شايف ايه مفاتيح الخطورة في تونس وإزاي تتعامل يتعامل معها المنتخب الواصل المصري تونس يعني برضو غير بعض اللعبة لأنه زي ما قلنا فيه لعبة ما جاتش فهو بيلعب يا إما فاروق بن مصطفى يا إما معزة حسن يعني أنت يبقى فاروق بصراحة لا الاتنين مستوى متقار يعني فاروق سعاد بيبقى عالي جدا وسعاد بيبقى أقل ومعزة حسن نفس الشيء يعني فممكن ده يلعب وده يلعب يعني أحيانا ده يلعب وأحيانا ده يلعب احنا صحيح يعني بيفكروني بشكر الوعر من بعد شكر الوعر بتهيقلي مجاش حرس مرمى كبير في تونس لا هو أنا بقول لك هما مستواهم يا إما بيبقى عالي جدا يا إما سعاد بيبقى فيهم هفوات أحيانا بتبقى مؤثرة لكن الاتنين الحراس جايدين يعني فأي واحد يلعب فيه المنزل الكبير بيلعب بطريقتين يا بيلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد في البطولة دي أو أربعة ثلاثة ثلاثة ولما تشوفوا في مطش مثلا زي المؤهل مع زنبيا في تونس لعب ثلاثة ارتكاز بس طبعا فيهم ناس مش موجودة زي ديلان بروندا وكان بيلعب ياسيم مرياح ومنتصر كانوا بيلعب ثلاثة في العمق يعني بيلعب ورغم أنه عايز يكسب كان في تونس بس لعب علي معلولش باك شمال ولعب دراجر باك يمين اللي هما الخماسي اللي وراء عشان دول يهجموا جامد لأنه عندهم نازل على جميع علي ممكن جدا بكرة تقعب بثلاثة قلوب دفاع ممكن جدا بس هو ما عملهاش في المطشات اللي الأربعة اللي فات وعملها في مطش زنبيا في أو بعد المطشات عملها وآخرهم كان مطش زنبيا اللي كذبوا فيه وتأهلوا به للكاس العالي فهو عنده الباك يمين دراجر وده من أفضل الناس في المنتخب التونسي من أفضل الناس في المنتخب التونسي ما ظهرش تونس يعني رغب أنها وصت قبل النهائي بس ما ظهرتش بالشكل اللي احنا عارفينه عن المنتخب يعني هو عانى قدام سوريا وعانى بالمناسبة قدام عمان يعني ما كانتش مرتقمة المباراة دي المطشين دول وخلي بالك كل الفرق عانت مع الفرق اللي هي برضو عندها تكتيك وعندها لعبة كويسين وعندها أنت عانيت مع الأردن وعانيت مع الجزائر وهو عانى ممكن يكون بعد مكسب موريتانيا تونس يعني ممكن يكون إحساسه أنه هيكسب سوريا بسهولة وعني سوريا كويس وقدر يخطف جوان وعني فيه طرد لمحمد علي بالرمضان وده من أفضل من أفضل وراجع بكرة وراجع بكرة ممكن تلاقيب يبتدي فدي برضو أثرت بعد كده في ماتش الإمارات الإمارات فرقة كويسة يعني ما تقدرش تقول فرقة هتكسبها بسهولة فكسب عانى شوية زي ما أنت عانيت شوية في ماتش الأردن وعانينا في لبنان برضو وعانينا في لبنان أنت أفضل شوط لعبته ماتش الجزائر الشوط التاني والنص ساعة الأخيرة في مباراة الأردن ولحظات وقات في ماتش السودان مع احترام الكامل زي ماتش موريتانيا بالنسبة لتونس زي ماتش الخسرت 5 و 6 و كم ده كانت الماتشات سهلة من البداية يعني ما تقدرش تقول ان انت فدي الفواترات اللي انت اللعبت فيها كويس بشكل يعني مين مفاتيح اللعبة في تونس من وجه التاظر أنا هقولك التشكيل بتاعهم أول واحد فيهم البكريت محمد درجر ده ممتاز ده اللعب عليه ده ممتاز قوي جدا رفعة وفتوح قوي سريع بيعرف يلعب عجون جايب لهم جون في ماتش الزنبيا اللي هو بتاع التصفيات بيعمل كرات عرضية كويس وعنده مجهود عالي واعتقد يعني رغم ان فيه وجد كاشريدة بس ما بمش معهم طبعا محترف هو كان بيلعب أساسي بس ده ممكن بعد كده يحفظ المكان ده آه محمد درجر اللعب كويس يسجله باسم فيه محمد بن حميدة البكشمال اللعب كويس طبعا هو اللي بدأ البطولة علي معلول كان مصاب ولسه رجع الله أعلم غالبا غالبا بن حميدة اللي هيلعب هيلعب بكرا وبيلعب مروانة عفئية وياسيم مرياح اللي اتنين القلبين الدفاع بس انا بقولك ممكن يلعب بتلاتة بتلاتة بكرا ممكن يلعب معهم منتصر يبقوا تلاتة اللي يخدمنا أكتر ما هي بقى بص انا تملي بقول مش الطريقة اللي بتفرق التنفيذ الطريقة أثناء المباراة وتوفيق اللعبين فممكن دي تديهم صلابة في الدفاع وممكن يعني تديهم الأطراف تبقى متحررة أكتر فأنا مقدرش أقولك بس هو ما لعبش في البطولة دي كده بس هو لاعب في زنبيا كده وأحيانا بيلعب كده بس يدول اللي بيلعبوا على طول بيلعب في النص حجم اتنين يعني ابتدى بفرجاني ومحمد علي بن رمضان ولكن اللي اتنين ما عندهمش قدرات دفاعية عالية في نص الملعب يعني ما فيش حد فيهم بيلعب ستة واضح أيوة أنا حب أنا نقطع ضعفة دي كلمني في نقطع ضعفة عشان كده بعد كده رجع لعب غيلان الشعلاني في نص الملعب كان معنا كنت انخلت بدرة في بداية الحلقة وكان بيتكلم على الأساسي وأنه مستوى نزل بشكل كبير جدا ومرضوده مع المنتخب التونسي إزاي في الفترة اللي كان بيلعب فيها في الدولة المصري مع الزمالك هو كمان سترجاني ما بتقدرش تقول انه ستة لانه ما عندوهش ستة دي عايز مهرات دفاعية وقدرات دفاعية احنا بنا نقول أرقام أجنبية فالناس فهم لا ستة لهو الوسط المدافع اللي بيلعب قدام المدافعين ويقطع وبيعف يسلم ويمرر ماشي لكن ما بيتقدمش كتير لقدام ووظيفته الدفاعية أكبر منها فهو بيلعب دي عنده مشاكل في الناحية دي فبيلعبوا غلال الشعلاني شوية جنبه دلوقتي جنبه ممكن جدا يقعدوا يلعب محمد علي بن رمضان وغلال الشعلاني ممكن أنا بقول ممكن ماشي أكيد وبيلعب باربعة قدام اللي هو السليتي ناحية اليمين متحرك وجامد وكده وحنبعل ساعات بيلعبه شمال حنبعل المجبري بساعات بيلعبه تحت راس الحرب وساعات بيلعبه ناحية الجناع ومساكني ومساكني والجزيري وأحيانا مساكني مابتداش في أول ماتش ونزل احتياطي ممكن جدا المساكني تلاقي قاعد ولو لعب بتلاتة ممكن تلاقيه بس بلعب أنا السليتي وحنبعل وقدامهم الجزيرة ويلعب بتلاتة وراء أو يلعب بتلاتة في النص لأن محمد علي بن رمضان من أهم اللاعبات اللي عندهم ورجع بعد الطاقة لو بتوجه رسالة لجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مباراة تونس تقوله يا كابت المساب أقوله بالتوفيق إن شاء الله أنتم عاملين جهد كويس وإن شاء الله توصلوا للنهائي إيه اللي تطلبوا منهم في مباراة تونس ما يبقاش فيها عصبية ودي من أحلى الحاجات على فكرة اللي أنا شايفها في البطولة سواء بين الجماهير في المدرجات سواء بين العيبة في الملعب في كل المتشاط الناس محترمة بعض فما يبقاش عصبيين اللعيبة يؤدوا اللي عليهم لأن النتيجة في النهاية بتاعت ربنا ثانيا إنه المباراة ممكن تستمر الـ 120 ديئة تانية فلازم يبقى فيه التغييرات هيبقى لها تمن التغييرات أثناء المتش هيبقى لها تمن لأن اللعيبة بس له جهد كبير جدا وممكن لو اللعيبة لعبت من اللي هي عندها إجهات كبير لقدر الله يتعب أو بدري أو يحصل له أصابة توقعتك لطرفين نهائي بص مصر وتونس 50-50 يعني مش عارف مين يعني الاتنين الكفة قريبة فها متوقفة على التشكيل إدارة المباراة والتوفيق لأن التوفيق عنصر مهم جدا دول أنا مش قادر الجزائر وقطر أنا بقول النسبة الأرجح للجزائر رغم أن قطر عاملة مطشات حلوة والبطولة عندها وعندها لعبة جاهدين بس أنا رشع يعني الجزائر بنسبة 65-70% مع قطر لكن مصر وتونس 50-50 أنا هختم لقائي مع كابتن أسامة بالكلمة اللي بدأ بيها كابتن أسامة وأنه رهانة بكرا إن شاء الله على الجماهير المصرية تصنع الفارق بإذن الله ثقاتنا في لعبتنا إن شاء الله كبيرة وأعتقد أنه بصرف النظر عن نتيجة اللقاء وتأهو المصر النهائي من عدم وأعتقد أنه المنتخب أقدم بطولة قوية نتمنى أنه نبني عليها في اللي جاي شرفتنا ونورتنا في السادسة كابتن أسامة أسعد بيك دايما ونتمنى تكون أنت كامل إستامة شكرا لك وبنشكر مستر كروش على الجهد والجهاز الفني واللعيبة وإن شاء الله يوفقوا بكرا إن شاء الله بإذن الله ووفقين بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقبل على كل خير إن شاء الله على شاشة الأهلي دايما في السادسة تحياتي الحضرات